قمة أمريكية روسية مرتقبة بجهود فرنسية يعد جدول أعمالها الوزيران بلينكين ولافروف هذا الأسبوع صور أقمان صناعية تظهر حشودا عسكرية روسية جديدة على حدود أوكرانيا نتائج مفاوضات النووي أمام وزراء خارجية أوروبا وإسرائيل تحذر من خطر الاتفاق المرتقب على المنطقة أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر أعلن بيان لرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وفقا من حيث المبدأ على عقد قمة ثنائية اقترحها نظرهما الفرنسي إيمانويل مكرو وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة المقترحة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية وستبحث القمة المقترحة مسائل الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا وأوضح الإليزي أن جدول أعمال القمة المقترحة سيعده وزيراء خارجية البلدين أنتوني بلينكين وسيرجي لافروف خلال لقاء مرتقب في الرابع والعشرين من فبراير من جانبه أكد البيت الأبيض موافقة بايدن على لقاء بوتين إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا واشنطن كشفت حسب بيان البيت الأبيض أن هناك أدلة على مواصلة روسيا حجدها العسكري بشكل كبير لغزو أوكرانيا لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لفرض عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا أفاد مراسل العربية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا مع فريقه الأمني لبحث التطورات الأوكرانية وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن بايدن بحث مع مجلس الأمن القومي خطة التعامل مع التصعيد الروسي على الأرض كما بحث طرق التعامل مع أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا وعدل بايدن من خطته مجددا وقرر البقاء في واشنطن لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أن أحدث تحذيرات الرئيس جو بايدن من أن روسيا تمضي قدما إلى غزو أوكرانيا مصدرها تقارير استخباراتية وأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحملة التي تشنها تهدف لإبطاء الغزو بحسب نيويورك تايمز أوضحت صحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة كشفت أن 40 إلى 50% من 150 ألف جنديا روسي يحيطون بأوكرانيا خرجوا من مرحلة الإعداد إلى التشكيل القتالي وعلى الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي أظهرت أن بوتين اتخذ قرار الهجوم إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن نافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن الرئيس الروسي لا يزال بإمكانه إيقاف الغزو قبل ذلك نقلت شبكة سي بي أس الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأمريكية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا بدورها نقلت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله أن تقييما استخباراتيا يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا هذا وأظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسر الأمريكية للتكنولوجيا أظهرت عمليات انتشار ميداني جديدة لمعدات مدرعة وقوات روسية وطائرات عمودية على الحدود الأوكرانية تزامنت مع رفع درجة التصعيد بين الجانبين وسط مخاوفة من حدوث غزو محتمل وقالت الشركة التقنية في بيان إن هذا النشاط الجديد يمثل تغيرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا لمجموعات القتال كالدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية ومعدات الدام وكان تاريخ التقاط أصور في الخامس عشر من فبراير الجاري هذا هو تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طريقا اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية وسبول مواجهتها وسيوقع الاجتماع الطريق بناء على طالب أوكرانيا في ظل تصاعد الأزمة والتوتر بين الغربي وروسيا يبدو أن التصفيق الحار لأوكرانيا في مؤتمر ميونيخ للأمن لم يقنع الرئيس الأوكراني بالدعم الغربي قائلا إن بلاده تشكك بفرض عقوبات على روسيا إذا نفذت الغزو انتقادات مبطنة من أوكرانيا لبعض الدول الغربية التي تقف عائقا أمام مسألة انضمامها للنيتو حيث وصف زلنسكي موقع بلاده في المنطقة الرمادية ليست مع أوروبا ولا مع روسيا الانتقادات كررها وزير خارجية أوكرانيا حيث طالب بخطوات فعلية الآن لردع روسيا عن اجتياح بلاده الوقت قد حان لكي يفرض الغرب عقوبات على موسكو على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضدها يجب إيقاف روسيا الآن نرى كيف تتطور الأحداث الرئاسة الأوكرانية وجها لوجه مع نائبة الرئيس الأمريكي طالبت بدعم عسكري أكبر في إشارة لموقف واشنطن أن قواتها دفاعية لا هجومية إذن كياب في موقف لا تحسد عليه فهي ترى أن الدعم الغربي لا يكفي لردع روسيا ما يجعل رئيسها يعرض لقاء مع بوتين لمعرفة ما يريد محاسن حدارة العربية هذا وسجلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا ودعت المنظمة الأوروبية إلى سحب الأسلحة الثقيلة من دونباس ووقف إطلاق النار فورا بينما اتهم الانفصاليون الأوكرانيون القوات الحكومية باتخاذ خطوات تصادية على خط التماس والتخطيط للهجوم على مواقعهم بعد تنفيذ قصف مدفعي حذرت السفارة الأمريكية في موسكو من هجمات قد تطال الرعاية الأمريكيين في مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية ومدن روسية كبرى مثل موسكو وصانبتلسبرغ بالإضافة لمناطق التوتر على طول الحدود الروسية الأوكرانية ودعا بيان للسفارة الأمريكية إلى متابعة وسائل الإعلام الدولي للوقوف على آخر التطورات وحثتهم على حمل أوراقهم الثبوتية نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين أن الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات للحلفاء حول غزو روسي محتمل قد يطال عدة مدن أوكرانية وأشار التقرير إلى أن الغزو سيشمل مدن خاركيف وأودسا وخرسون في جنوب أوكرانيا يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر أزوف المحاذي لأوكرانيا أفادت وكالة رويتلز الأنباء بمقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية على دونباس نقلا عن انفصاليين مدعومين من روسيا قبل ذلك هز انفجار قوي وسط مدينة دونتسك شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من فجر اليوم وذلك وفق ما أفادت وكالة رويتلز ولم يعرف بعد مصدر الانفجار في المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون أكد السفير روسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف بأنه لا نية لدى بلاده لغزو أوكرانيا وقال أنتونوف بأن روسيا تعتبر أن أقليم دونباس جزء من أوكرانيا وشدد السفير روسي في واشنطن على أن القوات الروسية موجودة داخل أراضيها ولا تشكل تهديدا لأحد قالت مزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من ستين بالمئة من اللاجئين من أقليم دونباس هم من الأطفال وأكدت استعدادها لاستقبال ما يزيد عن 28 ألف نازح من الإقليم بسبب الصراع بين الانفصاليين والجيش الأوكراني وأعلن الانفصاليون في شرق أوكرانيا في وقت سابق عبور نحو 34 ألف شخص عبر الحدود الروسية خلال اليومين الماضيين بسبب الصراع وكان أول قطار يحمل لاجئين من دونستيك والوغانسك شرق أوكرانيا توجه إلى مقاطعة فورينج غرب روسيا أعلن الزعيم من فصالية شرق أوكرانيا في وقت سابق إجلاء سكان منطقة انفصالية إلى جانب روسيا وأوضح رئيس ما تسمى جمهورية دونستك المدعومة من روسيا أن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين اشتركوا في القناة ورغم قرأ طبول الحرب على الحدود الروسية الأوكرانية مرات عدة إلى أن شعوب المنطقة هناك ما زالت تأمل في خفض منسوب التوتر وابتعادي شبح الحرب أزا ميلان عبد الجواد رجل من مينسك وحذيف عادل من كييف يطلعاننا على مجريات الشارع هناك هذا هو مركز العاصمة البيلاروسية مينسك وتلك الأبنية هي الوحيدة التي نجت من دمار الحرب العالمية الثانية أنا ذاك وفي هذا الشارع في كييف يظهر تاريخ المدينة السوفيتي واضحاً رغم ريتوشها الغربية خلال السنوات الأخيرة كون روسيا غير موافقة نحن بأنفسنا يمكننا الاختيار ونحتاج للحماية أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحافظ على الحيادية وهذا مكتوب في الدستور جمعهن العرق السلافي الواحد وفرقتهن المواقف السياسية المتباينة إنهن الشقيقات الثلاث روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا موسكو تبرئ ذمتها من نية اشتياح أراضي أوكرانيا وكييف تقول بأنها لا ترغب بالحرب ومينسك تنأى بنفسها متذرعة بأن التدريبات العسكرية روتينية لرفع قدرات القوات فقط سنبقى ونحافظ على أوكرانيا بقدر ما نستطيع أتوقع أن تكون الأمور على ما يرام وسيعم السلامة نحن جميعنا إخوة وستمر الأزمة بشكل سلمي الكل رافض للحرب ولخسائرها البشرية والاقتصادية الباهضة لكن طبولها تقرع مرة هنا ومرة هناك رغم كل محاولات وقف التصعيد ما زالت كافة الأطراف تلوح برائحة البارود وبعقوبات يكون الشعب الإسلامي بأكمله هو الخاسر الوحيد فيها عبدالجواد الرشد وحذيف عادل العربية من مينسك وكييف لمتابعة آخر مسجدات الأزمة الأوكرانية والتطورات المتسارع لهذا الملف يمكنكم مسح الرمز الذي يظهر على الشاشة نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل كندا تساعد سيطرة على وسط مدينة أتاوى بعد أسابيع من الهتجاجات أهلا بكم الجديد التقى وزير الخارج السعودي الأمير فيسر بن فرحان وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على همشة أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن ضم الوفد كل من السيناتر لينزي جراهم والسيناتر إيمي كولوشفار كولو بشار والسيناتر جوني أرنست والسيناتر روبرت بورتمان كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيسر بن فرحان مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزب بوريل البرنامج النووي لإيران وذلك على همشة أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن كما نقش وزير الخارجية السعودي مع بوريل تعزيز الجهود لوقف انتهاكات الحثينة في اليمن قال مفد العربية أن الجيش الأمني استعاد مواقع ومرتفعات في شمال صعدة وأكد أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الحثينة في جبهة الضحيظة شرق حزم الجوف قوة 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 قو قل له كرر كرر الباعة الباعة معاركنا مستمرة وتحريرنا مستمر ومتجهين جهة صعدة بفضل الله وبدعم أخواننا وأشقاهنا في التحالف العربي سوف نصل إلى إنهاء هذه الشردمة الخبيثة من اليمن في مأرب وعلى مسافة تبعد 60 كيلو مترا من مركز المحافظة يمارس سكان مدرية رغوان شمال غرب المحافظة حياتهم الطبيعية وسط أجواء من الهدوء وسكينة العربية زارت المدرية التي تدعي الميليشيات الحوثية السيطرة عليها منذ فبراير من العام 2020 ونقلت لنا المشهد التالي بكرة مثقوبة وغير ممتلئة بالهواء يلعب الأطفال والسعادة تملأ وجوههم في مركز مدرية رغوان شمالي غرب مأرب غير أبهين بالحرب على أطراف مناطقهم أطفال وفي يوم إجازتهم الأسبوعية يؤكدون أنهم برحوا منازلهم وأهاليهم في قرى المديرية التي تصدت لأعنف محاولات الهجوم الحوثية خلال عامين الحوثي بعيد منا ولا قد حد نزح منا ولا شيء والمستشفعات شغالة والمدارة شغالة وإن شاء الله بذل الله ما نزح من مديرية رغوان الوضع الحمد لله مستقر والأوضاع مستقر ولا شيء حولنا من ذا الجبهات وإحنا هنا ندرس ومورنا طيبة حياة طبيعية يعيشها ما يزيد عن تسعة آلاف نسمة هم تعداد سكان مديرية رغوان مع توفر الخدمات الأساسية في المديرية الريفية التي تسكنها قبائل دهم العلام العدو دائما يكذب والكذب عادة لهم المتعودين على الكذب نحن لا نطمح أن نفلت رغوان الآن الجيش والمقاومة الشعبية تقدموا وقد أخذوا كيلوهات من مديرية رغوان تبعد عن معسكر ماس وقرب معسكر ماس والخط الدولي بات على مرمان إيران الجيش والمقاومة أما بالنسبة للمواطنين فهم في مديرية رغوان آمنين ومطمئنين الحياة الطبيعية مستقرة لكنكم اليوم جئت في يوم إجازة يوم السبت وكانت المدرسة شقالة والطلاب ذهبين إليها والمستشفى كذلك حالة من الأمان والاستقرار والهدوء في أزداس كما يوضح المشهد بمركز مديرية رغوان والتي تستمر وسائل إعلام الحوثيين بإعلان سيطرتهم عليها منذ فبراير من عام 2020 رغم قرب مركز مديرية رغوان من جبهات القتال الممتدة من مديرية مدغل حتى مديرية مجزر حتى محافظة الجوف إلا أن الحياة الطبيعية ما تزال في هذه المديرية والأطفال يمارسون حياتهم الطبيعية محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مركز مديرية رغوان شمالي غرب مأرب يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني فيما أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015 وقال أوليانوف عبر حسابه في تويتر إن المفاوضات ستشهد عوضة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفا وأشار بينت خلال مؤتمر رؤساء منظمات اليهودية الأمريكية في القدس إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يسوق لتحديات جديدة لأمن إسرائيل وشدد بينت على أن إسرائيل ستواجه أي تهديد ولا نية لديها لقبول إيران كقوة نووية بدون فرص نجاح كبيرة بدأت إسرائيل حملة ضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مسعى اللحظات الأخيرة لمنع توقيع اتفاق هو في الأساس عودة لاتفاق عام 2015 مع شروط أسوأ بمنظور إسرائيلي بعد أن وصلت إيران إلى عتبة القدرة النووية العسكرية المحادثات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة للاتفاق النووي تشهد تقدما كبيرا جدا وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجزة حيث يبدو أن الاتفاق الجديد الذي تم بلورته وأقصر وأضعف من الذي سبقه تمت أمل ضئيل لدى إسرائيل بأن يتعثر التوقيع في اللحظة الأخيرة بسبب اشترات إيران بتلقي ضمنات من الولايات المتحدة لكن تجد إسرائيل صعوبة في لفت انتباه القوى الكبرى إلى ما تصفه بمخاطر الاتفاق النووي مع إيران وإغفال نشاطها في المنطقة بسبب الانغماس الدولي في الأزمة الأوكرانية بات من حق المؤكد أن إسرائيل أصبحت تسلم مع قربة توقيع على الاتفاق النووي الجديد مع إيران ما معناه فشل الجهود الإسرائيلية لإقناع الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بعدم التوقيع على الاتفاق المفارقة أن ثمت تباينا داخل الحكومة الإسرائيلية حيال الاتفاق النووي بنت يقر بأن الخروج الأمريكي منه كان خطأا ستراتيجيا لكن العودة إليه باتت أسوأ باعتقاده فيما يرى وزيراء الخارجية والدفاع أن أي اتفاق يعيد إيران إلى دائرة الرقابة الدولية أفضل من بقائها طليقة اليد تخصيبا بدون أن يكون الخيار العسكري الإسرائيلي جاهزا بعد بنظر إسرائيل فإن محادثات فيينا قد تأول قريبا إلى كابوس حقيقي العودة إلى الاتفاق النووي من عام 2015 وضخ مليارات في الخزينة الإيرانية ما قد يعزز تموضع إيران العسكري ويعقد المواجهة الإسرائيلية معها نوويا وتقليديا أيضا زياد حلبي العربية القدس الغربية اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد من أسمهم بالعصابة الأمنية الفاسدة بمحاولة اغتياله نجاد أكد في مقابلة صحفية أن هناك خطة مبيتة لاغتياله أو فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه مشيرا إلى أن ما اسمها الإصابة تتكون ممن يفتقرون إلى قوة الفكر والإدارة وأنهم لا يستطيعون إدارة المجتمع فيحاولون ذلك عبر اللجوء إلى القوة والغطرصة لفرض أرائهم حسب تعبيره تصديف العاصمة السعودية الرياض المؤتمر الدولي لتقنية البترول بحضور وزارة الطاقة والبترول من مختلف دول العالم كما يشارك في المؤتمر المديرون التنفيذيون من شركات نفطية دولية عالمية كبرى ونحو 300 شركة عالمية ويشهد المؤتمر أكثر من 100 جلسة تقنية برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من أن الحملة على الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز قصيرة النظر وقد بدأت تؤثر بالفعل على تعافي الاقتصاد العالمي وقال أن العالم أمام خطر العجز عن توفير ما يحتاجه من الطاقة بسبب نقص الاستثمارات في النفط والغاز الانخفاض الحد للاستثمارات في النفط والغاز يفرض حاليا تهديدا لأمن الطاقة كما نرى اليوم وقد كنا نحذر من هذا الأمر منذ أشهر وهناك خطر حقيقي من أن يعجز العالم عن إنتاج كل ما يحتاجه من طاقة لتوفير الوقود الكافي للتعافي الاقتصادي هذا الأمر كان نتيجة تراكم لعدم اليقين والإشارات المتضاربة من صانعي السياسات في أجزاء من العالم العجز في الاستثمارات يلعب بشكل مباشر ضد مصلحة مستهلكي الطاقة ويفرض تحديات لصانعي السياسات من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وإثارة المخاوف من نقص الإمدادات والتقلبات بشكل عام الحملة ضد الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز قصيرة النظر باعتقاده وقد بدأت ناكاساتها السلبية تؤثر بالفعل على تعافي الاقتصاد العالمي وعلى رفاه الأسر ولهذا السبب نحن في السعودية سنستمر في الاستثمار في الطاقة النظيفة وفي النفط والغاز وفي توسعة طاقتنا الإنتاجية أعلنت الحكومة البريطانية أن المصابين بكورونا لن يكونوا مطالبين قانونيا بدخول العزل الذاتي في إنجلترا بدأ من الأسبوع المقبل رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون نفى وجود أي تهور في نهج حكومته التي تتهيأوا لرفع القيود القانونية على الرغم من انتقادات سياسية وعلمية توجه لهذه الخطوة في كندا استعادت الشرطة السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أتواب بعد احتجاجات امتدت لأربعة وعشرين يوما قدها سائقوا شاحنات المعارضون لسياسة الحكومة في احتواء كورونا وارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى مائة وواحدة وتسعين محتجا حسب الشرطة في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عنوينها قمة أمريكية روسية مرتقبة بجهود فرنسية يعد جدول أعمالها الوزيران بلينكين والأفروف هذا الأسبوع صور أقمار صناعية تظهر حشود عسكرية روسية جديدة على حدود أوكرانيا ونتائج مفاوضات النووي أمام وزراء خارجية أوروبا وإسرائيل تحذر من خطر الاتفاق المرتقب على المنطقة أعلن بيان للرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة اقترحها نظرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة الثنائية سيتم ملاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية وستبحث القمة المقترحة مسائل الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا وأوضح الإليزي أن جدول أعمال قمة بايدن وبوتين سيعده وزيراء خارجية البلدين أنتوني بلينكين وسيرجي لافروف خلال لقاء مرتقب في الرابع والعشرين من فبراير من جانبه أكد البيت الأبيض موافقة بايدن على لقاء بوتين إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا واشنطن كشفت حسب بيان البيت الأبيض أن هناك أدلة على مواصلة روسيا حجدها العسكري بشكل كبير لغزو أوكرانيا لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة جاهزة لفرض عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا أفاد مراسل العربية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا مع فريقه الأمني لبحث التطورات الأوكرانية وبحسب وسائل الإعلام أمريكية فإن بايدن بحث مع مجلس الأمن القومي خطة التعامل مع التصعيد الروسي على الأرض كما بحث طرق التعامل مع أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا وعدل بايدن من خطته مجددا وقرر البقاء في واشنطن لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية صحيفة واشنطن بوست أو صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير أن أحدث تحذيرات الرئيس جو بايدن من أن روسيا تمضي قدما إلى غزو أوكرانيا مصدرها تقارير استخباراتية وأن الإدارة الأمريكية ترى أن الحملة التي تشنها تهدف لإبطاء الغزو بحسب نيويورك تايمز أوضحت صحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة كشفت أن 40 إلى 50% من 150 ألف جندي روسي يحيطون بأوكرانيا خرجوا من مرحلة الإعداد إلى التشكيل القتالي وعلى الرغم من المعلومات الاستخباراتية التي أظهرت أن بوتين اتخذ قرار الهجوم إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن نافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن الرئيس الروسي لا يزال بإمكانه إيقاف الغزو قبل ذلك نقلت شبكة سي بي أس الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأمريكية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا بدورها نقلت قناة سي ان ان عن مسؤول أمريكي قوله إن تقييماً استخباراتياً يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا ميدانياً أظهرت صور أقمار الصناعية التقطتها شركة ماكسار الأمريكية للتكنولوجيا عمليات انتشار ميداني جديدة لمعدات مدرعة وقوات روسية وطائرات عمودية على الحدود الأوكرانية تزامنت مع رفع درجة التصعيد بين الجانبين وسط مخاوفة من حدوث غزو محتمل وقالت الشركة التقنية في بيان إن هذا النشاط الجديد يمثل تغيراً في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقاً لمجموعات القتال كالدبابات ونقلات الجند المدرعة والمدفعية ومعدات أدام وكان تاريخ التقاط الصور في الخامس عشر من فبراير الجاري أكد السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوف أنه لا نية لدى بلاده لغزو أوكرانيا وقال إن روسيا تعتبر أن أقليم دونباس جزء من أوكرانيا وشدد السفير الروسي في واشنطن على أن القوات الروسية موجودة داخل أراضيها ولا تشكل تهديداً لأحد ملامح الأزمة الأوكرانية تزداد غموضاً واستحيرة المجتمع الدولي من أي فعل قد تقدم عليه موسكو لكن المتابعة للأزمات التي كانت لروسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي يدون فيها يدرك أن التاريخ يعيد نفسه فالأزمة الحالية تشبه إلى حد بعيد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 والتي مثلت البؤرة الأكثر سخونة في الحرب الباردة القصة بدأت عام 1959 عندما قاد الزعيم الكوبي فيدل كاسترو ثورة أطاح فيها سابقه طلق كاسترو حينها عرضاً من الزعيم السوفيتي خورشوف لدعم حكومته الجديدة واشنطن لم تقف مكتوفة الأيدي بل فرضت حضراً تجارياً على السلع الكوبية وحاول الرئيس الأمريكي جون كينيدي الإطاحة بالحكم في كوبا تعزز حينها مركز كاسترو الذي اتفق مع السوفييت على نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضي بلاده بمعنى آخر صارت كوبا التي تقع على بعد 90 ميلاً فقط من ساحل فلوريدا قاعدة عسكرية متقدمة للاتحاد السوفيتي لم تقف الأمور عند هذا الحد ففي أكتوبر عام 1962 اكتشفت طائرة تجسس أمريكية 20 سفينة سوفيتية تحمل صواريخ نووية في المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا هنا وقع رئيس الأمريكي آنذاك في مأزق كان لابد من التعامل معه لضمان عدم تصاعد التوتر إلى حرب نووية فرض كينيدي حصاراً على كوبا تحضيراً لغزوها ووصل العالم على شفى حرب نووية انتهت الأزمة دون رابح ذلك أن الجانبين الأمريكي والروسي اتفقا سراً على إزالة واشنطن صواريخها الخاصة في تركيا مقابل إزالة السوفيت صواريخهم من كوبا أزمة قديمة لكنها تتكرر الآن بنفس التفاصيل ونفس السياسة الروسية التي تصر على خلق التوتر للحصول على تنازلات أو حتى لخدمة مصالح في أراض تعتبرها إرثاً لها من حقبة السوفيت إلين يوسف العربية لمتابعة آخر مسجدات الأزمة الأوكرانية والتطورات المتسارعة لهذا الملف يمكنكم مسح الرمز الذي يظهر على الشاشة نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعض الفاصل كندا تساعد السيطرة على وسط مدينة أوتواب بعد أسابيع من الاحتجاجات اتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فاسر بن فرحان وفداً من أعضاء مجلس الشيخ الأمريكي على هامشي عمالي مؤتمر ميونيخ للأمن وضم الوفد كل من سنتر لينزي جراهم وسنتر إيمي كلوبشار وسنتر جوني أرنس وسنتر روبارت بورتمان كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فاسر بن فرحان مع مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزب بوريل البرنامج النووي لإيران وذلك على هامشي أمالي مؤتمر ميونيخ كما ناقش وزير الخارجية السعودي مع بوريل تعزيز الجهود لوقف انتهاكات الحوثيين في اليمن قال موفد العربية أن الجيش اليمني استعاد مواقع مرتفعات في شمال صعدة وأكد أن مدفعية الجيش السهدفت مواقع الحوثيين في جبهة أبضحيضة شرق حزم الجوف قوة 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 قلق معاركنا مستمرة وتحريرنا مستمرة وماتجهين جهة صعدة بفضل الله وبدعم أخواننا أشجاءنا في التعالف العربي سوف نصل إلى إنهاء هذه الشردمة الخبيثة من اليمن في مقرب وعلى مسافة تبعد 60 كم من مركز المحافظة يمارس سكان مديرية رغوان شمال غرب المحافظة حياتهم الطبيعية وسط أجواء من الهدوء والسكينة العربية زارت المديرية التي تدعي الميليشيات الحوثية سيطر عليها منذ فبراير من العام 2020 ونقلت لنا المشهد التالي بكرة مثقوبة وغير ممتلئة بالهواء يلعب الأطفال والسعادة تملأ وجوههم في مركز مديرية رغوان شمالي غرب مأرب غير أبهين بالحرب على أطراف مناطقهم أطفال وفي يوم إجازتهم الأسبوعية يؤكدون أنهم برحوا منازلهم وأهاليهم في قرى المديرية التي تصدت لأعنف محاولات الهجوم الحوثية خلال عامين الحوثي بعيد مننا ولا قد حد نزح مننا ولا شيء والمستشفعات شغالة والمدارس شغالة وإن شاء الله بذل الله ما نزح من مديرية رغوان الوضع الحمد لله مستقر والوضع مستقر ولا شيء حولنا من ذلك الجبهات وإحنا هنا ندرس ومورنا طيبة حياة طبيعية يعيشها ما يزيد عن تسعة آلاف نسمة هم تعداد سكان مديرية رغوان مع توفر الخدمات الأساسية في المديرية الريفية التي تسكنها قبائل دهم الإعلام العدو دائما يكذب والكذب عادة لهم المتعودين على الكذب نحن يعني ما نطمح أن نحن نزيد نفلت رغوان الآن الجيش والمقاومة الشعبية تقدموا وقد يعني أخذوا كيلوهات من مديرية رغوان تبعد عن معسكر ماس وقرب معسكر ماس والخط الدولي بات على مرمى نيران الجيش والمقاومة وأما بالنسبة للمواطنين فهم في مديرية رغوان آمنين مطمئنين الحياة الطبيعية مستقرة لكنكم اليوم جي تي فيه يوم إجازة يوم السبت وكانت المدرسة شقالة والطلاب ذهبين إليها والمستشفى كذلك حالة من الأمان والاستقرار والهدوء في أسداس كما يوضح المشهد بمركز مديرية رغوان والتي تستمر وسائل إعلام الحوثيين بإعلان سيطرتهم عليها منذ فبراير من عام 2020 رغم قرب مركز مديرية رغوان من جبهات القتال الممتدة من مديرية مدغل حتى مديرية مجزر حتى محافظة الجوف إلا أن الحياة الطبيعية ما تزال في هذه المديرية والأطفال يمارسون حياتهم الطبيعية محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مركز مديرية رغوان شمالي غرب مأرب يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أمام وزراء خارجية الاتحاد النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني فيما أكد من دوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015 وقال أوليانوف عبر حسابه في تويتر إن المفاوضات ستشهد عوضة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة رئيس الوزراء الإسرائيلية نفتالي بنت قال إن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفا وإشار بنت خلال مؤتمر الرؤساء المنظمات لهودية الأمريكية في القدس إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يسوق لتحديات جديدة لأمن إسرائيل وشدد بنت على أن إسرائيل ستواجه أي تهديد ولا نية لديها لقبول إيران كقوة نووية بدون فرص نجاح كبيرة بدأت إسرائيل حملة ضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مسعى اللحظات الأخيرة لمنع توقيع اتفاق هو في الأساس عودة لاتفاق عام 2015 مع شروط أسوأ بمنظور إسرائيلي بعد أن وصلت إيران إلى عتبة القدرة النووية العسكرية المحادثات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة للاتفاق النووي تشهد تقدما كبيرا جدا وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجزة حيث يبدو أن الاتفاق الجديد الذي تم بلورته وأقصر وأضعف من الذي سبقه تمت أمل ضئيل لدى إسرائيل بأن يتعثر التوقيع في اللحظة الأخيرة بسبب اشتراط إيران بتلقي ضمنات من الولايات المتحدة لكن تجد إسرائيل صعوبة في لفت انتباه القوى الكبرى إلى ما تصفه بمخاطر الاتفاق النووي مع إيران وإغفال نشاطها في المنطقة بسبب الانغماس الدولي في الأزمة الأوكرانية بات من حق المؤكد أن إسرائيل أصبحت تسلم مع قربة توقيع على الاتفاق النووي الجديد مع إيران ما معناه فشل الجهود الإسرائيلية لأنها على الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بعدم التوقيع على الاتفاق المفارقة أنه ثمت تباينا داخل الحكومة الإسرائيلية حيال الاتفاق النووي بنت يقر بأن الخروج الأمريكي منه كان خطأ استراتيجيا لكن العودة إليه باتت أسوأ باعتقاده فيما يرى وزيراء الخارجية والدفاع أن أي اتفاق يعيد إيران إلى دائرة الرقابة الدولية أفضل من بقائها طليقة اليد تخصيبا بدون أن يكون الخيار العسكري الإسرائيلي جاهزا بعد بنظر إسرائيل فإن محادثات فيينا قد تأول قريبا إلى كابوس حقيقي العودة إلى الاتفاق النووي من عام 2015 وضخ مليارات في الخزينة الإيرانية ما قد يعزز تموضع إيران العسكري ويعقد المواجهة الإسرائيلية معها نوويا وتقليديا أيضا زياد حلبي العربية القدس الغربية اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد من أسماهم بالعصابة الأمنية الفاسدة بمحاولة اغتياله نجاد أكد في مقابلة صحفية أن هناك خطة مبيتة لارتياله أو فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه مشيرا أن من أسماهم بالإصابة يتكونون ممن يفتقرون إلى قوة الفكر والإدارة وأنهم لا يستطيعون إدارة المجتمع فيحاولون ذلك عبر اللجوء إلى القوة والغطرسة لفرض آرائهم حسب تعبيره بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من عمليات توليد الطاقة من سد النهضة وذلك عبر تشغيل توربين واحد من أصلي 13 بقدرة توليد تبلغ 350 ميجاوات وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال حفل التجشين على أن السد لا يمثل خطورة على مصر والسودان وترفض الدولتان قيام إثيوبيا بتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة يزداد القلق في مصر والسودان من تداعيات استمرار العمل في سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الأطراف كفة وهنا في إثيوبيا تزداد محاولات الحكومة لطمأنة الجانبين بأنه لا توجد نوايا للإضرار بحصة أي منهما هنا في سد النهضة تهدف إثيوبيا للوصول إلى قدرة انتاجية من الكهرباء عند اكتمال المشروع تقدر بـ 5150 ميجاوات ولكن ما تم تجشينه في المرحلة الأولى من خلال توربين واحد هو الوصول لقدرة انتاجية تبلغ 350 ميجاوات هذه هي أقرب نقطة تمكننا من الوصول إليها داخل مناطق العمليات في سد النهضة تظهر خلف التوربينات المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية ومن الصعب الاقتراب أكثر ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة ولكن أيضا بسبب وعورات الطريق فيما لا يزال الجدل السياسي مستمرا بشأن التوصل لحل يرضي كافة الأطراف بشأن سد النهضة على الأرض تقول إثيوبيا إنها أكملت بالفعل حوالي 85% من الأعمال الكلية للسد وسط توقعات بإكمال هذا المشروع خلال عامين على الأكثر من إثيوبيا للعربية والحدث رفايدة ياسين تصديف العاصمة السعودية الرياضة المؤتمر الدولي لتقنية البترول بحضور وزارة الطاقة والبترول من مختلف دول العالم كما يشارك في المؤتمر المديرون التنفيذيون من شركات نفطية دولية عالمية كبرى ونحو 300 شركة عالمية ويشهد المؤتمر أكثر من 100 جلسة تقنية برعاية وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كندا استعادت الشرطة السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أتواب بعد احتجاجات امتدت لـ 24 يوما قدها سائقو الشاحنات المعارضون لسياسة الحكومة في احتواء كورونا ارتفعت حصيلة الاتقالات إلى 191 محتجا حسب تصريحات الشرطة الآن إلى أخبار رياضة فاز فيورنتين على ضيف أطلنتا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدول الإيطالي استعاد أيندهوفن المركز الثاني في الدول الهولندي بعد فوزي الكبير على ضيف هيرينفين بثلاثة أهداف المقابل هدف وقلب فينورد تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف على ضيف كامبور في ملعب فينورد تتجه الأنظار اليوم إلى درب النصر والهلال ضمن مباريات الدورة ربع النهائي من مصابقة كأس الملك ويشهد الدورة ربع النهائي من كأس الملك قمة أخرى تجمع الشباب والأهل في الرياض ويتجدد اللقاء بين التعاون والاتحاد في مدينة بريدة ضمن بطولة كأس الملك في نهايتنا الشهادة تذكير بأبرز عنوينها قمة أمريكية الروسية مرتقبة بجهود فرنسية يعد جدول أعمالها الوزيران بلينكين ولفروف هذا الأسبوع صور أقماراً صناعية تظهر حجداً عسكرياً روسياً جديداً على حدود أوكرانيا ونتائجه مفاوضات النووي أمام وزراء خارجية أوروبا اليوم وإسرائيل تحذر من خطر الاتفاق المرتقبي على المنطقة نهاية نشرة شكراً لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة